يبدو أن أي من التحالفات السياسية التي انبثقت منها حكومة السوداني في مأمن من التفكك فالخلافات السياسية داخل الأحزاب وبين بعضها البعض تفاقمت لتترجمها العزمات الآخذة بالتصاعد بين بغداد وأربيل فبعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي وظف الأكراد هذا الغياب بشروط عدة وضعها على تحالف الإطار التنسيقي مقابل تصويتهم على حكومة السوداني من بين هذه الشروط حل الأزمات العالقة مع بغداد كتوفير رواتب موظفي كردستان العراق إلا أن هذه الوعود سرعان ما تبخرت فالزيارات المكوكية للوفود الكردية إلى بغداد قبل وبعد تولي السودان السلطة لم تمنع المحكمة الاتحادية وبناء على دعوة أقامها نواب عن الإطار التنسيقي لم تمنعها من إصبار حكم يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال من قبل بغداد إلى أربيل بهدف تمويل رواتب العاملين في القطاع العام هناك المحكمة عللت قرارها بأن إرسال الأموال إلى كردستان العراق يعد مخالفا للقوانين لتلغي كذلك جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في بغداد منذ شهر حزيران من عام 2021 إجراء يرى خبراء السياسيون أنه يشكل ضربة لحكومة الكاظمي لا سيما أنها هي من قرر إرسال دفعات من مرتبات موظفي كردستان العراق على أن تستقطع لاحقا من أموال الموازنة المالية وضربة كذلك للتحالفات الهشة الجديدة التي تمثل حاجة وقتية للاتفاق على توزيع المكاسب والنفوذ بعد الانتخابات الأخيرة القرار أثار سخط السلطات في أربيل إذ هاجم عدة مسؤولين أبرزهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني قرار المحكمة الذي وصفه بالعدوان والانتهاك الصريح للمبادئ بعد أن شارك حزبه في تحالف إدارة الدولة الذي شكل حكومة السوداني معكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ أجندة مشبوهة التصعيد الجديد يشي بأن جميع التحالفات السياسية في العراق الجديد لا تبنى على الأهداف الاستراتيجية ولا تصب بأي شكل في مصلحة العراقيين بعد أن باتت لقمة المواطن ضحية أزمات ناجمة عن مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية